فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به نعم إذا علم الإنسان ما كرهه الله وفهم ذلك فإن هذا خير وإن لم يعمل به وإذا جمع بين العلم والعمل فهذا هو المطلوب وإذا لم يعمل فإن وجود العلم في حد ذاته فيه خير ولهذا ميز الله أهل العلم من اليهود والنصارى على غيرهم من الكفرة والأميين صار لهم ميزة في الذكر والأحكام على غيرهم فالعلم له فضل حتى ولو لم يعمل به فله فضل فالعالم خير من الجاهل ولأن العالم حري أن يرجع إلى الصباب وأن خلاف الجاهل فإنه يتمدى في جهله ولا يدري قال بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترم به علم نعم ولهذا حكم الله على من يعمل بغير علم أنه من الضالين وأن عمله ضلال فوجود العلم وإن لم يعمل به الإنسان فهو فضيلة أما الجهل فإنه ليس فيه فضل بوجه من الوجوه قال فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا وجه آخر وهو أن في العلم بذلك أن في العلم بذلك كراهية القلب لهذا الشيء فإذا كان عند الإنسان علم بالمنكرات فإن لم ينكرها بلسانه وبيده فإنه ينكرها بقلبه على الأقل فإذا كان عنده علم فإنه يكره هذه الأشياء ولو بقلبه وهذا أضعف الإيمان كما في الحديث فكون عنده إيمان ولو ضعيف أحسن من الذي ليس عنده إيمان أصلا قال ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعف بلسانه فإن لم يستطعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل نعم هذا يدل على فضل العلم على فضل العلم وإن لم يقترن به عمل فإنه إذا كان عنده علم فسينكر هذا الشيء ولو بقلبه لأن قلبه ينكر هذا الشيء بما أعطاه الله من العلم والتمييز وإن لم يبتعد عنه بفعله وبلسانه فيكون عنده إيمان ضعيف بخلاف الذي ليس عنده علم فإنه لا يكون عنده إنكار ولا بالقلب فلا يكون عنده إيمان نعم قال وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكرهته لذلك فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب نعم هذا هو الحكمة من النهي عن تشبه بالكفار مع أنه سيقع في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم ليكون عند الإنسان علم فيكره هذا الشيء ولو بقلبه فيكون عنده إيمان ولو ضعيف خير ممن ليس عنده إيمان أصلا ترجمة نانسي قنقر